موسيقى 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 هلا قبل ما تكملوا وتستمتعوا بالحلقة ما تنسوا تعمل السبسكيب وفعلوا الجرس موسيقى موسيقى مرحب موسيقى موسيقى موضوعنا حلو دقيق وأنا أتثقف اليوم من تجاربكم أنا بعد واحد تجربت كل القطاعات الكيكة كلها لكن اليوم قلت أبا أكسب منكم تجاربكم ونقدر حتى نفيد بطريقة خفيفة وعفوية عشان أكيد في ناس عندهم علامات استفهام قطاع خاص قطاع حكومي شو نسوي شبه حكومي أسير مؤسير أهلي راضين أهلي ممراضين فبداية بخليفة النقطة الأولى اللي أبا أسألها وهذا شي غريب يعني عندنا في الإمارات أو في المنطقة اللي يتخرج من الجامعة تلقائيا يتجه لقطاع حكومي ولا قطاع شبه حكومي خصوصا قبل عشر سنين ولا أكثر ولكن تروح الغرب مستحيل يعني حتى هالشي ما يبالهم أنه بأصير البلدية أو بأصير وزارة أو بأصير هالشركة شبه حكومي يعني حتى ما يبالهم بس هني عندنا في منطقتنا لا أول شي كنا نصيرها أكثر السؤال الأول ليش عندنا هالظاهرة يمكن أقدر أقول لك أنها صارنا خمسين سنة من تأسيس دولت الإمارات الأغلبية كانوا كلهم في القطاع الحكومي وما كان فيه الثقافة في القطاع الخاص فيها الحكومة قصرت خلال خمسين سنة اللي مرت هذه مناحة اللي هي دعم التوظيف ودعم اللي هو الخريجين هالذا أنه إيجاد فرص عمل في القطاع الحكومي لكن اليوم نحن في عالم يعني سريع جدا متغيرات يعني مناحة اللي هي العالمة اللي قاعدين نشوفها أمانة تغيير جذري كبير فيها القطاع الخاص هو صراحة الباكبون يعني العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية في أي دولة دولة الإمارات الحمد لله هناك مصاف في الدول المتقدمة نشوف الإنجازات التي نشوفها فليش لا؟ قطاع خاص خلني أسألك سوالا أنا وأنت كنا في نفس المؤسسة ما تعرفني بغطاع الحكومي لكن سبحان الله الغطاع الخاص الآن يعني أعضفني عليك أكثر وأكثر وليش طلعت؟ السؤال لي حين؟ السؤال؟ والله أعظم أن الناس ما يحكس بس يلا والله أبو خليفة وهكتني حين بس يلا أنا جربت نعشر سنة في القطاع الخاص الحكومي أو الشب الحكومي والقطاع الخاص كان موازي يعني ما شيء في نفس المسيرة بس عندي الحياة اللي في القطاع الحكومي اللي كل حد يباني أكون فيه خصوصا الأهل والمجتمع في هاكل وقت والخاص أبدأ مشروع صغير أشوف لو ينجح ويمشي بس أدركت أن أنا كأنس أحب أنا أسيطر على وكتي وأصمم يومي بطريقتي وأحب التحدي بين الناس وبين الأفراد وأتعرف على شخصيات وأحب المنافسة فما أدري شوية شوية قلت أحب ريادة العمال خلا جرب خلا أنا أنا أملك وكتي أقدر أصمم الطريق وأصير عند يدتي في نص الدوام بس يسلم عليها برد يعني يصير عشي الولدي عادي يصير الجيم أكثر في اليوم حتى أظن نلاحظات شي على على القطاع كله حتى شركات اليوم تبقى تصير تسوي يوغا تصير وترجع لا يوجد موضوع الذي تأخر عليه دقيقتين أحسب عليه لا موضوع هل أنت تنجز الأشياء التي تنجزها في الأسبوع أو لا كيف تسويه بأي طريقة زوم كولز أو لا اليوم قاعد يتكلم عن موضوع الجدارة الشخص الذي عنده جدارة سينجح ونحن قاعدين نشوف اليوم دائماً نشوف الخطاع الخاص إذا أنت على جدارة راح تقدر تمشي فيه وراح تقدر تنجح فيها القطاع الحكومة نفس الشيء خمسين سنة ما قصر معانا فيها من ناحية التي هي التدريب والتأهيل والتوظيف وهذه كاملة فيها بس اليوم نشوف نحن قطاع الخاص شريحة كبيرة وقاعدين نشوف القطاع هذا فيها عدة قطاعات فيها المواطن سواء كانت بنتي أو بنتك وولدي أو ولدك اليوم يقدر يضيف إضافة نوعية للقطاع الخاص هذا فيها وأنا عن نفسي اليوم أريد أغير الثقافة بدل ما ولدي يتخرج ويروح على القطاع الحكومي الي يش لا اليوم القطاع الخاص فيه أشياء كثيرة فيها نقدر نبدعه ونقدر ننتج فيها ونقدر نكون إضافة نوعية لبلادنا نسأل الشباب نحن الشياء الخلاصة خلاصة هاجر ومايد أنا صدق عندي فضول أن أنتوا قررتوا تصيروا قطاع يمكن حتى أهاليكم يقولون لكم يا أخي لماذا لا تقدم على القطاع الحكومي أو شب الحكومي أخي أحسن أثبت فيه استمرارية أكثر ما أدري يمكن راتب أفضل أنتوا أنتوا من الموجة اليديدة لأنني قلتوا لا حتى لو جربت القطاع الحكومي لا أحيانا أتجرب الخاص أبا واحد يعني واحد وراء الثاني لماذا قررتوا تروحوا إلى القطاع الخاص أنا أروح يا باعر يعني يمكن أنا فيني النوع اللي أحب أتعلم شي دي أحب يعني مو بأن القطاع الحكومي فيه مثلا قطاع قدمي أكثر فأنت عندك روتين معين تنشي عليه نفسه نفس المجال تقريبا في آخر فترة كانت عملي كان في موزارة ماد بشري والتوطين التي تنظم القطاع الخاص فأنت بحكم عملي كنت ترى تجارب ناجحة من المواطنين في القطاع الخاص فهنا هنا فضول كنت لا ترى القطاع الخاص فيها خاصة وعلي ممكن فيها مزايا ممكن أكثر من الموجودة في القطاع الحكومي فمهنيتني الشغف يعني شوف ما قطاع الخاص تجرب ما المميزات أنت تقول في مزاين كما تشوفها في القطاع الحكومي مثل شو؟ مثلا في القطاع الحكومي أنت بيئة العمل التي لديك أغلبيتهم مثلا مواطنين نفس عاداتك ونفس تقاليدك يعني نفس البيئة عندك نفس البيت ترجع نفس الشيء عندك ربعك نفس الشيء في الدوام لكن عندما تدخل في القطاع خاص بعدما جررت لديك قطاع خاص يعني احتكيت في جنسيات الجنسية اليابانية الجنسية الجنسية ما شاء الله شرق آسيا يعني الثقافة عندي أشوف هذه المدارسة كيفية يعني أغلبيتهم الذين دارسوا فالثقافات هذه كلها تلمسها تستفيد من الكبرات التي موجودة هنا آه عجب ماذا ما اخترتك؟ أولا الحمد لله ليس لدي القطاع خاص قطاع حكومي الحمد لله أنت شخصيا أم الأهل كلها؟ الأهل كلها يعني بيتنا أم و أبوي ليس لدينا والشيء الثاني الذي خلاني أروح أن الشركة تدقيق و استشارات وكان شوية شيء غريب أنا دربت في قطاع حكومي و قطاع شبه حكومي تدريب طبعا جربت حكومي و شبه حكومي و حال كان في الخاص الخاص في يعني كل يوم تتعلم شيء يديد كل يوم تتعلم مهارة يديدة فالشيء اللي استغربته كنت في الحكومي و كنت في شبه حكومي تحس شوية فكرة التدقيق يعني شوية غريبة تلاقي الكل يخاف منك بس لمن دخلت الشركة كان شيء غريب كنت تقريباً أنا المواطنة الوحيدة في اي تي اودت الشيء جميل قاعد أتعلم مهارة يديدة القطاع الحكومي حلو فنان بس أهالينا شوي مأخذين فكرة ان لا حكومي راحة بس لا و خصوصا ما شاء الله دولتنا يعني تدعم القطاع الخاص يعني شتى أنواع تدعمه سواء متدربين سواء موظفين سواء فما نحس أن لا قطاع خاص مخيف لا أبداً وأي حد قريب مني دائماً أقولهم ابنوا نفسكم في القطاع الخاص أكيد القطاع الحكومي يحتاجك بس يحتاجك لما تكون أنت باني نفسك يعني أنت اللي بتدير القطاع الحكومي فشوية لازم تبني نفسك في القطاع الخاص زين نحن نوابات واقعية بعد أكثر نحن نتكلمنا واد عن الإيجابيات بس شو التحديات للشخص الشخص الإماراتي اللي يروح القطاع الخاص يعني ممكن التحدي الكبير اللي موجود حالياً ممكن ساعات العمل ممكن مختلفة عن الحكومة خاصة يمكن حين فترة الأخيرة اللي ما تغير الويكند الحكومة ذات ساعات عملها بعد يعني المقاربة حين يعني ممكن ساعات العمل اللي هي شوية ممكن الواحد هذا ولكن في مورة حين الحكومة يستدعمها وعارجتها مثلا مثلا متنكات تحت الإجازات حين محمد الله حين إجازاتنا فتحس فيها حين ممكن في بعض التحديات اللي شوية قفت عنها ممكن اللي لأغلب الناس تكلموا عنها الأمان وظيفي يقولك لا أنا في الحكومة أنا خلاص مستعبت يعني ممكن الترميليشن يخلوني آخر حل يعني إذا في الحكومة لكن في الخاصة شغال على كوميرشل يعني تجاري عباء مؤسسة ربحية إذا أنت عالي عليهم يتفعلك شيء وأنت ما يأخذ منك شيء ممكن ما يخليك طيب يمكن هل الشيء اللي يمكن الناس يقولون لا فيه رسك وتحدي هذا موجود إنه إذا ما أديت ما أنتجت ممكن باشر ما تكون موجودة في المؤسسة لكن حتى نفس ما قلت لك أنا الحكومة حاليا استدعم الأمور هذه منها حتى القرارات الأخيرة التي طلعت حتى البرنامج ناطس الموجود إذا طلعت عن العمل بشتى مجالات مثلا بعض الشركة سخكرت في دعم حكومي يكون فترة معينا لحد ما ترتب أمورك خاصة حتى بعد عندك من يومي ثلاثة أيام قرار رئيس الدولة الله يحفظها بالدعم حق اللي اتهت خدماتها في قطاعات خاصة لفترة فترة يعني ستة شهور أتوقع فهذا الدعم كله موجود من الحكومة أساس أنه في أموال متحات يروح صح يعني ما تحس أنه فيه فرق قطاع حكومي قطاع خاص ما تحس أنه فيه فرق الإجازات صارت نفسها يعني فيه أشياء صارت نفسها أنا تبي أونس ما أحس أنه قطاع خاص لا بالعكس وايد مريحين بس حاليا مع نفس أقوله أنتم محظوظين أنتم محظوظين فم تتدربون وكألكم موظفين يعني بو خليفة فيه عبارة وايدة تكررها أنت تقول الإيد الوحدة ما الصفق شو خصدك؟ يعني لما نقول الإيد الوحدة ما الصفق عندي كفاءات عالية جدا وافتخر فيهم اليوم الأخت هاجر الأخ مايد موجودين عندنا اليوم هذي فيهم ليش لا يقدر يضيف إضافة نوعية للبلد والغطاعة الخاص فيها ويكون سفير لما نتكلم عن سفير نعم نحن عندنا اليوم هناك بعض الأشياء والتحديات الموجودة هناك بعض الأخوة المقيمين يقول لك بالله المواطن فقط يمكن هدفه في القطاع الحكومي لا اليوم عندي أنا ما شاء الله كفاءات عالية جدا ومتخرجين من جامعات خارج الدولة وداخل الدولة ومعترف فيها جامعات أنا لماذا هذا الموظف هذا لم أشغله ومكنه بدل ما يكون عندي فقط من ناحية اللي هي كبروسس يكون عندها كرياتيف تينكي والأخوان والخوات الموجدين المقيمين عندنا في القطاع الخاص يساعدوننا على أساس أن يكون عندي أنا لمرحلة التغيير يعني المرحلة التغيير اللي قاعد نتكلم عنها اللي هي تغيير الثقافة اللي موجود عندنا وما يتكلم عن موضوع كان عندنا نحن نعرف لها يقول لك روح القطاع الحكومي أنا أبغي أوصل في بيتي وفي بيتك لكراسي الدراسة نروح المدارس نعرف عن القطاع الخاص نعرف عن برامج اللي قدمتها الحكومة هذه كيف راح يستفيدون منها الجيل الصاعة الشغلة الثانية التي فيها الأم والأبو لأن نغرس في عياننا اليوم أن ترى مستقبلكم في القطاع الخاص لأن فعلا قطاع الخاص يمكن سبعين بالمئة من مقومات التنمية الإقتصادية معتمدين على القطاع الخاص فيها وقاعدين نشوف شو اللي قاعد نصير من ناحية التغيير اليوم من أفضل الخدمات من ناحية القطاع الخدمات عندنا في الدولة يعني نجاري فيها نحن صراحة دولة العالمية فيها فإذا غيرنا نحن من كراسي الدراسة إلى المدارس إلى المجتمع اللي موجود عندنا فيها راح يكون يعني من أفضل الأماكن تستقطب المهارات العالية عندي فيها ورح يكون إنتاجية عالية فيها لأن الجدار اللي عندهم هذه فيها راح يتيب عندنا اللي هي أمانة في المقومات مثل الصناعة قطاع الصناعة لقطاعات الثانية هذه فيها راح نفتخر اليوم نحوص لنا القمر راح نقدر نوصل إلى أماكن الثاني فيها والأخوان والخوات اليوم عندي في بعض الأخوان ما شاء الله عليهم يعني طلعوا من القطاع الخاص سواء كان وزير أو وزيرة أو ليش لا؟ صحيح واحد منهم يقدر يطلع من القطاع الخاص تاني مرة فيها ويمثلنا إن شاء الله خير تمتيل بس أمانة أنا وأنت وأخوان لازم يكون سفراء للجيل الصاعد هذا فيه يكون للتوجه في القطاع الخاص بالإضافة إلى لا أنسى أرباب العمل في القطاع الخاص يعني أنا اللي أبغي بس شغلة واحدة فيها أن يعطونا فرصة ورح يثبتون إن شاء الله عيال إن شاء الله عيال إن شاء الله عيال حتى تفكر كمنطق في أي بلاد في العالم كم بلدية تقوم بتسوي وكم وزارة هناك حد يعني ما تحتاج وائد وزارات وما تحتاج وائد بلديات وقطاع حكم هناك حد معي مثل ما أنت ذكرت نحنا كان عندنا المرحلة التأسيسية للبلاد أنه يجب أن تسوي هذه الهيئات ويجب أن توظف فيها الناس خصوصا من البلاد ولكن الآن وصلت إلى الاكتفاء الذي لا تحتاج الآن دور منه دور القطاع الخاصية يقول أوكي الآن أقدر أطور في الخدمات أنت قلت موضوع التخصصية أن حتى الوزارات كان عندهم خدمات بعضهم خلاص تخصصوا فيها الشيء الأساسي للبنية التحتية تكون مجال حكومي إذا تسمح لي أبو مويد أنا عندي تجربة سابقة في القطاع الخاص من ناحية العضويات مجالس إدارة عندما ندخلنا ونرى ما هي المكافآت للموظفي المكافآت لما الشركة تحقق أرباح كيف العايد يرجع على الموظفين كامل فيها عندهم هدف والهدف هذا فيها كيف نحقق نحن المستهدفات الشركة هذه فيها صار في روح الفريق الواحد ما أقدر يعني أقل من شان أي موظف سواء كان حتى كان من موظف استقبال إلى المدير العام نحن نتعلم كل واحد فيهم في مبدأ الاحترام وروح الفريق الواحد هذا اللي راح ينجحهم نقول نحن يد واحده ما تصفك كنا نحن مؤتمنين على المهمة هذه فيها على أساس نقدر نحصل الباحثين عن فرص عمل موجودة في الغداء الخاص تعاربوا خليفة هنا في هذه الشركة ذلك اليوم مع الغداء دعنا نقول نحن نحن 34 موظف 22 جنسية إن شاء الله كنت أفكر يا ما أنا سافرت أنا وأنت من بوستن بعد نعم يا ما صرت شركات في أوروبا والأمريكا بعد ما عندهم هالتنوع مستحيل يعني تروح أي مكان لندن نيويورك صحيح فيه أكيد فيه جنسيات مختلفة بس مبشرات اللي عندنا اللي عندنا في الإمارات هالخلطة السحرية وآخر شيء كل حد يشتغل في نفس الاتجاه ترى شيء جميل وكلما مثل ما قلت إيدي وحده تستنس يخي تشوف الشيء وبعد يوم مايد كانت هو يقول يقول تكسب خبرة من الجنسيات الثانية صح؟ تذكرت أيام الجامعة يوم الشباب يون يدرسون بره بس بس يدورون مع بعض عندهم الجطة والبرياني اللي كان يوم هو وجود هناك وما يختلطون إلى أحد ويرجع بعد أربع سنين اللي حين ما يرمز إنكليزي دير حتى الـ Group Project نفس الشيء حتى الـ Group Project نفس الأشخاص والعكس كان الشباب اللي كانوا يلعبون كورة وإلى جانب وإلى أمريكان ويختلطون وكل أحد تشوف هذه ثقافتي وين؟ مخة فتح أفكار تخيرت تطور قرش يا سمع موسيقى أنواع وأشكال شاف الفن البلاد يرجع بمخة غني جدا يعني فأحس هل الشيء اللي أنتوا سويتوه وبأسألكم محين سؤال هاجروا مايد هل تحسون مرات يمكن الشخص الإماراتي بس يحتاجها الثقة أن يقول صح أن القطاع الخاص يمكن التحدي والمنافسة أعلى والصدق لازم أثبت نفسي عشان ما أقدر أضمن الوظيفة هاي عشان هالشركة شركة ربحية تبقى فلوس آخر شيء فهل تحسون مرات يمكن الشاب هل شوي مخاف إنه منه هذي اللي ما بقدر عليهم اللي جانب ويد أشطر عني أنا كيف بسير وبتحداهم هل تحسون هالشي اللي مرات نحن لازم نقولهم ترى أنتوا بعد تقدرون شوف أخي يا نسب ممكن هالشي كان موجود مثلا في جيل شوي اللي قابلنا في الجيل قابلنا تأسسه مثلا حتى يعني نادر ما تحصل حد مثلا طلع مثلا بأثات بارع ولا إنجليزيتية مثلا ممكن كانت قوية الجيل اللي قابلنا مثلا تحس شوي ما كان يعني ممكن يدخل قطاع حاصل لكن الجيل الحالي اللي موجود والمخرجات اللي موجودة حاليا من المدارس خاصا من الجامعات والجامعات الكبيرة اللي موجودة عدنا خاصة جامعات دنيون من خارج الإمارات يوني درسون اللي مارات الجامعات فهي كفاءات تطلع ما شاء الله كفاءات ممكن تجاري الجنسية الثانية ممكن تجاري الجاريات الثانية وتشتغل وقت خاص بدون أي حس أنه يوجد فارق بين الجنسية أو المواطن حالياً ممكن أن أشوفهم المخرجات الموجودة حالياً يجدون الكفاءات المواطنة ممكن أن ينقصوا الجاريات الثانية وهاجا تحسين البنات التي حوالتش يوم شافوك أن أنت ذا الشيتي وتوفقتي يقولون لو هي تقدران يمكن أن أقدر؟ أكيد الواحد يجب أن يؤمن في نفسه دوم أقول لهم دوم اللي حوالي أكون صادقة أشجعهم على القطاع الخاص يمكن لأن أنا عندي الميندسيت اللي ما في فرق ترى يعني ما في فرق يعني أنت تقدر تبني نفسك وما تكون والمواطنين كفاء كفاء مثل ما قال ساعاته متخرجين من أكفاء الجامعات وأخارجها وإن داخلها وهم قد القطاع الخاص هم قد القطاع الخاص هم تعرفين أحس مرات تعارب خليفة بعد؟ نحتاج أمثلة عربية بشكل عام يعني مثلا يوم محمد صلاحين راح لفربول ومحمد صلاحي لعب في تشامبيونز ليك كل ولد عربي شاب يقول والله يا أخي لو واحد منه قدر يوصل إلى تشامبيونز ليك أنا بعد أقدر أوصل فيوم عنا شاب أو شاب إماراتية تتوفق وتوصل مراتب حلوة إدارية مثل ما تذكرت مرات بس أنك تشوف حد منك قدر أقدر؟ تقول أنا أقدر أنا بعد أخي أقدر لماذا فقط قدرت؟ أنا بعد أحاول أنا أحس عمري شاطر أتعار؟ أحس هل عنصر جدا ضروري مثل ما ذكرت بخليفة أن البيوت حتى لها ليحفزون الولد أو البنت يقول ترى أنت تقدر تصير هالشركة العالمية؟ من قال ما تقدر تصير؟ جرب قدم يا أخي قدم يقدم على ثلاثة أربعة يحصل مقابلة ما تعرف يا أخي هو إذا برتكز مثل ما قلت لك الأساس الأم والأبو إذا غرسوا الفكر هذا عند الأبناء في بداية مرحلة تأسيس هذه فيها لأن أمانة اللهم لك الحمد نحن عندنا قيادة ما غفلت الشيء هذا فيها اليوم برنامج نافس كبرنامج اتحادي من مشاريع الخمسين فيه حزم مالية وفيه حزم الغير مالية التي هي من ناحة التطوير والتأهيل والتدريب هذه فيها الحلو في البرنامج هذا فيها أن اليوم نحن ما خلى أي عذر للقطاع الخاص يقول والله ما عندي مواطن غير مؤهل أو ما عنده خبرة برنامج الخبرة راح يتكفل فيه كامل فيها برنامج للتدريب قبل التوظيف ومقابل التوظيف هذا بعد راح تتكفل فيها الدولة الشيء الثاني اللي هي فيها اليوم أنا أبنائي لما أتكلم معاهم يقول لهم عن القطاع الخاص وهذا فيها يقولون مستقبل هناك راح يكون فيها كل واحد عنده شقة يقول الكيف يعني يعني نحن سواء دول الغربة والدول الشرق راح تشوفها سبعين بالمئة من القوة العاملة وين في القطاع الخاص وثلاثين بالمئة في القطاع الحكومي أنا أتمنى عيالي لما يشوفون التلفزيون يشوفون اللي هي السوشال ميديا وهذا يشوفون الناس هذين فيهم هذا المواطن سواء كان دكتور أو كان هذا مهندس أو كانت هذه مهندسة أو حتى في الطب نفتخر فيهم إن شاء الله يعني أنا مانثة إن شاء الله بعد الحلقة هذه بعدها بسنة أو سنتين أو ثلاثة نسوي حلقة ثانية جاريت إن شاء الله يعني أنا عندي حين سؤال شخصي بو خليفة حقك طبع أحبال قولي شو بيسني موضوع مو بايد شخصي بس أنا عندي فضل شخصي يوم لست فكر في الموضوع قلت بسأل بو خليفة بو خليفة ليش أنت شخصيا تسوي اللي تسوي الله ما كنت متوقع في السؤال هذا لكن يمكن درسنا مع بعض بعدها كان عندي هدف شو أريد أترك كبصمة نحن إنها سن معين في الحياة العملية وبعدها راح تتقاعد وبعد أمور ثانية راح تقوم فيها يعني مش إنها خلاصة للنهاية هذه فيها فأريد أترك بصمة أريد أترك بصمة لأعيالي للجيل لأبلادي البصمة هذه لما أنت تشوف أخوانك خواتك فيها تفتخر أنك رجعت أنجزت شيء وكان لك دور فيها أن نشوف اليوم نحن الغطاع الخاص بدأ يأخذ شريحة كبيرة من أخواننا المواطنيين في مقول المغفور له الشيخ زايد الله يغفر له قال البلاد بلاد الله واللي بيينها حياها الله والمال مال الله يعني فعلا تعال البلد مفتوحة تقدر تسوي فيها العطاء اللي نحن أبغي من عندك أعط فرصة أنا ما قاعد أقول لك إياها أبغي يكون في تانين بس أقول لك إياها الفرصة هذه لما تعطيها ن ترون أنه نعم ما عندهم ردة الفعل الخوف هذه فيها نفتح المجال الآن في القطاع الخاص ورح في نشاء الله المجال أكثر على يقين بإذن الله الواحد أحد أنه نشوف أعداد كبيرة إن شاء الله ستلحق إن شاء الله بهاجر وما يتغطى الخاص حلو السؤال للجميع هل تحسون أن مرات الشركات الأجنبية الخاصة اللي عنا من تجربتكم الشخصية أو اللي تشوفونها تحسون أن يمكن عندهم انطباع سلبي أو اللي سيء عن الإماراتي يقولون يمكن مما شغل أو اللي يقولون واي يبون راتب عالية ما يبون راتب طبيعي مثل الباقي ولا ما يبون يشتغلون ساعات يبون يكونون مثل قبل كيف القطاع الحكومي هل تحسون أنت تجربتكم شفتوا هالشيء وقلتوا لا لازم نغير هالنظرة من الشركات الخاصة يشوفوننا نحن ككفاءات ولا كوادر معينة حتى بو خليفة وهاجر يعني عرفت الموضوع هل الشركات الأجنبية الخاصة عندها انطباع سيء ولا سلبي عن الإماراتي وشو ضرورة تغيير هالشيء نبدأ معها هو ليس انطباع سيء عندهم تلاقي عندهم بعض الأفكار يمكن هالأفكار أو على الأغلب هاي أفكار قديمة أو يمكن هذي أفكار نثل ما تقول اعتيادية كل دولة يعني إنه لا مواطن لا يريد قطاع خاص فتلاقيهم مستغربين أنت فعلا أنا أرعب القطاع الخاص أبا أداوم أبا أتعلم أبا أنجز أبا أتعلم مهارات ترصدك في القطاع الخاص أنت لا أقول لك أنت تطلع إبداعاتك أنت تبدع أنت تبرز لا المواطن قد المسؤولية قد الإنجاز قد الإبداع قد كل شيء المواطن يقدر حسيت هذا الشيء أول ما دخلت حاليا أنا ما حسيته موجودة حاليا نص ما كانت موجودة قبل قبل يمكن صح نص ما قلت أنت موجودة الفكرة هذه أن المواطن ما يبغي يشتغل قطاع خاص نص ما قلت يبغي يداوم ليسا تنتين ويروح البيت لكن هذا الشيء أنا حتى سمعت من الملاكعة من الشركة أنا فسعب دولة الإمارات هم موجودين كانوا من سبعينات فقالوا ما شاء الله أنا أرى قيادتكم كيف سوت الدولة كيف صارت قالوا ورأى الوزراء الحاشية الموجودة مع الحكومة كلها مواطنة هي اللي سوت الدولة فكيف المواطن مقدر يدخل في القطاع الخاص والليجاري وما شاء الله فيه في كل دولة فيه يحصل الزين اللي ما يبقى يشتغل واللي ما يبقى يشتغل لكن القطاع الخاص يدور اللي يبغي يتعلم اللي يبغي يشتغل فممكن هذا التصور ممكن في طور الإزالة خلاص أحس أخر شيء صورة نماطية بوخليفة نعم ستيريوتايف يعني ويجب نبدأ نكسر هذه صورة بس سؤالي لك شاسع أكثر كيف كنافس تحاولون تتقفون القطاع الخاص ولا تسهلون عليهم ولا تمهدون عليهم تقولون ترى هناك كفاءات بس نحن نحن نعطونا فرصة نثبت لكم أنه لو أنتم ستستفيدون ترى يعني إبو مايد لا ننكر كانت موجودة الفكر هذا قبل حوالي 20 سنة شو اللي تغير وين الاستثمار اللي صار فيها لتغير الشغلة هذه لأن السابقا كان اللي ما يقدر يحصل وظيف في القطاع الحكومي بيروح لقطاع الخاص اليوم أمانة اللي قاعدين نشوف صراحة اللي دخل القطاع الخاص وأثبت وجوده وصراحة منجح في القطاع الخاص يعني أول جهة ستأخذه الجهات الحكومية والحمد اللي شركات العالمية نتكلم عن شركة تتقيق اليوم عندنا الأخت هاجر موجودة فيها سابقا نادر تحصل الواطن نادر نادر اليوم أنا أتمنى سواء كان الأخت هاجر أو الأخوان الثانين فيها في السوق الأوراق المالية الموجودة عندنا ما عمر شفت مواطن وقع البيانات المالية لكل الشركات المدرجة عندنا اليوم ما عمر شفت واحد مواطن أتمنى القريب العاجر يشوف واحد من المواطن يوقع البيانات المالية لأن هذه ثروة البلد وهو الذي سيدق على البيانات المالية سيعرف أن الأشياء الموجودة فيها متمن عليها فيها فهو ستحصل واحد ألا من البلد فيها خايف بعد أن يعطي أكثر وأكثر واليوم نقول سفراء وهم سفراء في القطاع الخاص تحادي سفكر حتى بوخليفة بالمنطق أنا وعيد في التسويق وعالم الرقمي السوشال ميديو وهذه الأشياء يا ما كنت مع الشركات عالمية خصوصا خلي نقول حتى في البراندات مثلا قسم التسويق متوهقين ما يعرفون يقومون إعلان يناسب الشاب الشابة الإماراتية ما يعرفون كيف يساوون يلسة العيد ولا القهوة ولا فيدورون أي حد كفو في التسويق متخرج بس ما ممكن ما كان عندهم حلقة الوصل اليوم كنافسة تبقى تكون حلقة الوصل تبقى تبقى تسويق تبقى سوشال ميديا كذا تبقى تدقيق كذا تبقى قانون كذا ف ياما شفت هالشركات متوهقة يعني عندهم التحدي كبير مبعارف يبحد يفهم البلاد عشان مثل ما انت عارف لو فتحت فرع في أي مكان تحتاج حد فاهم أنك لما طلعت بمرنامج نافس هذا اليوم أنا عندي قاعدة بيانات للباحثين عن عمل ورح أتأكد لك ويقول لك بشغلة واحدة فيها أن قاعدة البيانات هذه فيها فعلا هذا باحث عن عمل مش واحد عنده وظيفة ويدور على وظيفة أفضل وهذه دعوة يعني أنا أقول لك يا هل القطاع الخاص أنه سجل في منصة نافس أعرض للوظائف وأنا على يقينك ستحصل الشخص أو الموظف الذي هو المستقبل الذي عندك هذا أنه يلبي توقعاتك مزين ترى ما شاء الله قلنا ما يترها قلنا ما يترى في فترة صغيرة زين على الأقل يكون هناك فايدة فعلى آخر نقاط بنبدأ بمايد أنت نصايحك للشاب الإماراتي والشابة الإماراتية الذين يشوفون الحلقة عندهم فضول يستوهم متخرجين أو في وظيفة يفكرون يا أخي هل تجرب أو لا تجرب الآن نبقى نصيحتك الشخصية ما نصيحتك لأي شخص يسيب أفكر في نفس الشيء هذا نصيح أقسمها لقسمين قسم نسما قلت المتخرج المتبحث عن العمل قسم المتحدة الموجود في وظيفة حكومية ويجرب نسما قطاع خاص أبدأ بالخارجين لداد خارجين لداد ما شاء الله نصيحتنا لبرنامج هذا أنه ادخل ونحن بندعمك فأدخل جرب ونسما قال أبو خليفة تحصل عاج من الحكومة وممكن أنت ترتاح في الجهة التي أنت تساب لها وهم رأيتك كفاءة وتتعين وتكمل معهم وبالنسبة أروح أقول الشق الثاني يدام في الحكومة الشق الثاني مثلا يقول لك أنا يمكن وائد عنده تخوه مثلا مني أنا أطاع الحكومة أدخل قطاع خاص هذا نصيحتي لهم أحسن اختيار الشركة التي تنتقل لها لأن فرصة في الحكومة تخرج منها تنتهي الخاص لأن تحسن اختيار السكتري خاجة القطاع الخاص شتى أنواعها يعني هناك مجالات يعني المواطنين يجب أن تجربونها مثل أنا أقول قصتي بك العفوية يمكن لما أنا تلقيت عرض العمل كان كنت أقول ما تدقيق هل أنا بقدر قلت وليش ما أقدر أكيد بقدر مواطنين استغراب لمواطنين ليس لدي حصائيات لكن لم أجد مواطنين في مجال التدقيق فقلت لماذا لا أكون أنا المميزة لماذا لا أكون أنا اللي ما الصعب أكيد مهارة وأنتعلمها وفعلا لما تلقيت عرض العمل بعد ما وقعت العقد طبعا أول خبر سمعت وفرح أنت بيضمتش نافس كنت أقول شو نافس يعني كنت عارفة أنه قرارات بتصير وشي بس قلت شو نافس يعني بعدين لما نعرفت أو دعم بالعكس شي حلو ترد نافس في كذا مجال يعني أنا أقول اليوم ما في عذر نافس متكفل في from A to Z ما في شيء الحل المتدرب يقدر يدرب مثل ما تفضل ساعاته يأخذ خبرة أو يتوظف وترهم ترهم يستعنسون لما يشوفون المواطنين وايد يستعنسون يا ما تعرفين هل كم أجنبي قال لي ترى أنت الأمرات الأول لليل سواء سولف ويا أقول ترى نحن قليلين ما عندكم هالجسر بيننا وبينهم ضد يعني نحصلين بأمرات في بعض الأمان في بعض المولات بس حلو أن نحن بعد نغمس في الموضوع يكون مع الناس صح هذه نفس أول ما قلت أنا أول مواطن فلما أدخل ضد الممرات قلت شوية تغربوك شوية تغربوك شوية تغربوك شوية تغربوك شوية تغربوك قلت الحمد لله أني أتفت مواطن قلت أنا داومت حين كم سنة خمسة سنوات من البيت للدوام يعني حتى الناس يسلوغي شو المواطنين أنا ما أعرف فما حتى كنت مواطنين صح فتقولي يعني مستنسة أنه في مواطنين يعني طرح أنت مفضول يعني هم عايشين في بلادنا يبون يعرفون يا أخي كتير شو تسوون يوم الجمعة وين تسيرون شو تأكلون وليش العيد شي فحلو نكون مثل ما قلت بخليغة نكون سفراء بعد للبلاد فحلو ننهي معاك يمكن في شيء نقاط أنت تبقى تذكرها قوما ننهي أتكلم عن يعني أبغي طم من القطاع الخاص أن حاجر وموائد مش عالة عليها القطاع الخاص إضافة نوعية للأم والأبو أتمنى يعني أن توصلهم الرسالة أن المستقبل ترى لعياننا موجود في القطاع الخاص لحنا اليوم القطاع الخاص ما يشكل نسبة كبيرة فيها أن نتمنى نشوف الأعداد الكبيرة فيها بالإضافة إلى يعني عيالي وبناتي هذه الصغار هذه فيها أقول لي يعني فكر أنت في المشاريع التي تبغيها عندك طموح يعني نحن ممكن لما تخرجنا نتخرجين من مدارس حكومي الحمد لله وهذا لكن ما كان عندنا تخطيط ولا كان في عندنا مثل ما تقول شخص يرشدنا هذه فيها كانت سبحان الله بالفترة طلعنا وصافرنا ورجعنا ودرسوا اليوم كل السبل موجودة جميل أشكركم على وقتكم أتمنى تكون في فائدة للجمهور لأنا أكيد كان في فائدة وتوقع في طلاب ويمكن مثل ما قلت موظفين موجودين أصلا حين في شركات يمكن يفكرون يجربون بس ممكن ما كان عندهم هال لا تدعم دعم صغير يلا جرب والحياة قصيرة خلينا نجرب ليش لا مثل ما قلت الواحد يجرب كل شيء وانت قلت أنا إنسان مجربة ومن أجمل الأشياء دائما أنصح فيها كل طفل وكل شاب وكل شيبة وعيوز وكل حد أقول مجربوا كلمة التي ذكرتها بخلي ما تم تقول ليش لا وأنا أحب هالكلمتين ويا بعض بدل ما نقول ليش المواطن يروح للقطاع الخاص ليش لا صح ليش لا ليش نجرب والمشكل الثاني اللي هنا نحكم على يعني تجارب الآخرين ونغرس الفكر هذا عندنا ونحن ما جربنا تعرف شنفكر بخليفة لو بس العقلية نلفها مثلا يوم نشوف رياضي يحترف في الخارج ولا نادي أجنبي يأخذ نستانس كيف للأجانب اختاروا واحد من المواهب اللي عندنا نحن نفس الشي القطاع الخاص لو القطاع الخاص اختارك واختارك يعني لازم نفكر بالنفس الطريقة أنه هناك ما كان في واسطة لا هني خلاص جدارة جدارة في كفاة في جدارة لأنا أحتاج هاي هاي بظيف لي ولو خصوصا لو كملت ويامل لو رحتي ستة شهور وطلعتي يمكن قول ما لف ما حطيتي بصمة بس لو شاهد لا 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 ما تروحين والله منعطيت شيء أحسن منعطيت منرطيت هني تعرف أنه لا المواطني قدر يثبث نفس أليش لا شكرا الأمر شكرا شكرا اشتركوا في القناة